أن أقدم لك كتاب التكليف وعد كل ذاك الصراع يسير الكاظمي على خطى غيره سواء بإرادته أو رغما عنه فنصف المهلة الدستورية التي منحت له لتشكيل الحكومة قد انقضى من دون أي تقدم اجتماع يلي آخر والمفاوضات حول تشكيل الحكومة القادمة ما زالت تراوح مكانها المعلومات تشير إلى أن مصطفى الكاظمي واجه رفضا واسعا من الكتل الشيعية التي اتفقت هي على ترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي قال أن أمام الكاظمي ثلاثة خيارات الأول أن يكون رئيس حكومة بطاحية ويعطي القوى السياسية ما تريد وفي هذه الحالة ستمرر حكومته في البرلمان والخيار الثاني أن يستخدم الكاظمي مهاراته بصنع حكومة توافقية ترضي الأطراف السياسية المتصارعة على المناصب أما الخيار الأخير فهو الاعتذار عن مهمة تشكيل الحكومة الجديدة مصادر مطلعة قالت أن الأحزاب السياسية الشيعية تلوحت للكاظمي بأنه لي مر من باب البرلمان بمثل التشكيلة الحكومية التي طرحها مؤكدة أن بعضها صارت تتفاوض مع الكاظمي من دون علم الأخرى ضمن تنافس محموم على الوزارات لا سيم الأمنية منها فوزارة الداخلية صارت محل نزاع بين كتر دولة القانون وسائرون وميليشيا بدر غير أن عراك المناصب ذاك فسره كثيرون على وجه آخر فعدوه محاولة من جهات سياسية معروفة لبقاء على عادل عبد المهدي بعد أن دخلت حكومته شهر السادس وذاك ما أقر به عدد من النواب في البرلمان النائبة عن تحالف القوى انتصار الجبوري أكدت أن قوى سياسية تحاول عرقلة جهود تشكيل كل حكومة جديدة من أجل الإبقاء على الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي مضيفة أن رفض القوى الشيعية لكامل الكابينة الوزارية يأتي ضمن صفقة سياسية خصوصا أن الاعتراض على المرشحين يتم من دون أي أدلة تدينهم مصير الكاظمي يتوقعه الكثيرون مشابها لمصير سلفه محمد توفيق علاوي ويقول الواقع العراقي أن الكاظمي إذا نجح بتشكيل الحكومة فلن تكون سوى نسخة جديدة من حكومات الاحتلال المتعاقبة التي أودت بالعراق إلى حافة الانهيار